ستصبح فاسدة وبالتالي عندما تفسد النخب في قطاع السياسة في قطاع الاقتصاد في قطاع العلم تخيل انت لما عالم فاسد في قطاع القانون لما القانون فاسد خلص اقرأ على هذه الدولة او على هذه الحضارة السلام ولكن ليس دفع واحدة لا احنا نبدأ مثل العث الذي يبدأ خلص يبدأ يأكل بالحضارة اذا الفساد الاخلاقي وعدم وجود توازن اخلاقي في هذه الحضارة سيعمل عمله الكبير جدا احيانا تقول لي اذا ما في فساد ليش بعض الحضارة تبدأ تهدم اقول لك بسبب الاختلال الاختلال الاخلاقي بين القيم المادية والقيم الروحية يجب ان يكون هناك توازن اذا اختل الميزان وانا دائما اشبه الحضارة بميزان بكفتين مادية وروحية اذا اختل هذا الميزان عن طريق الاخلاق فتبدأ الحضارة بترنح قد لا تكون قد لا يكون هناك بداية من فساد اخلاق النخب لا مجرد يعني الله اضرب لك مثل الحضارة الغربية عندما خلينا نقول عليها الغربية ثم الحديثة اصبحت الحديثة حضارة الغربية عندما استعمرت الشعوب بلا داعي وعندما قتلت ودمرت وإلى آخر هذا خلل غلبت عنصرها المادي وكذا على على حساب الشعوب الاخرى فلهذا دائما انا اقول ان ما يعوز الحضارة الغربية هي الاخلاق هو التوازن الاخلاقي وهذا التوازن اذا ظل مستمرا فسيحطمها سيحطم حتى منجزاتها المادية لكن طبعا في الغرب هناك عقال كثيرين سينبهون لهذا الكلام وسيضغطون على دولهم وحكوماتهم حتى تعدل سلوكه ولهذا شوف دائما الحضارة غربية بيها ميزة جيدة جدا للامانة انها تصلح العطب الذي فيها عندما تنقل ليش لانها تستقبل النقد بشكل معقول يعني انظر لهذه الازمة التي نحن فيها وانت تعرف مجرد شوية لمحة بالاخبار راح تشوف اكو ناس تتحكي بوضوح وصراحة مع كل القادة والسياسيين يعني واضح الكلام صار مو مثل قبل وهذا ضروري حتى حتى البشرية ترتاح لانه الان كل الارض يعني مسلم مسلم كل مصيرها بالحضارة الغربية لانه هي تولت الاشراف على هذه الكرة العرضية فعليها ان فعلا تشتغل وفق توازن صحيح وان لا تظلم الشعوب وان لا تتآمر عليها وان لا وان لا عشرات التحذيرات يجب ان تكون هناك ها بالضبط بالضبط ما يسمى بهذا اللي قلت لك عليه يعني التهديم والصيانة يعني يعني تحاول ان تنبه نفسك مفكروها هم الذين ينبهون طبعا النخب الرائعة الجيدة اللي عندهم هم الذين ينبهون انه انتم افطهدتم النساء اكثر من الاطفال استعملتمهم شتغل صحيح الحروب دمرتوا بها الشعوب الاخرى الكذا تبدأ تخف يعني يصير من العار عليهم تحمل هذه الاخطاء وهكذا تبدأ تخف الامور اوما ننتقل الى النقطة الثانية تبدأ الحضارة بالسقوط عندما تختل العناصر الرابطة بينما هو روحي وثقافي على سبيل المثال الجانب العلمي والفني مثلا اللي هم متناظرين عندي في في ميزان الحضارة الذي اشتغل عليه دائما عندما تتراجع العلوم والمعرفة ويتراجع التعليم لاحظ بالمعرفة يتراجع التعليم التعليم اخطر اخطر عناصر هذه الفقرة اذا ضرب التعليم في بلد فقل على هذا البلد السلام انتهى هذا البلد اذا قدمت مناهج زائفة واساتذة لا يحترمون مهنتهم هذا البلد ينتهي مع الزمن مو بلحظة واحدة ربما العملية تستغرى ثلاثين اربعين سنة على المدى البعيد اذا عندما يتراجع العلوم والمعرفة والثقافة ويتراجع التعليم تنتهي راح اقول لك شيء تتفاجئ بي عندما تتراجع الفنون وينعدم الابداع فيها ويغلب عليها التكرار عند ذاك تعطيك مؤشر انت ما تشوفه لكن هي تعطيك مؤشر الى انه هناك خلل يعني مثل ما انت واحد يراقب الحمى يقول لك انت عندك حمى اذا عندك مشكلة في واحد من ما تعرف بالكلية بالرئة بالمتبت ليش لانا انه الحمى هي او او شحوب الوجه هي اشارة الفنون اذا اختلت اذا اصبحت سخيفة خليه بكل صراعك اذا مكررة سمجة بهذلة ما بها اي تأكد ان هناك خلل في قلب هذا المكان في هذه الحضارة او في هذا حتى حتى تنسحب على الدول في هذه الدول وعندما يظهر الفن المبتذل اللي هو الفن الدعائي مثلا والهابط ليست هناك فنون رفيعة خلاص تبدأ الاختلال هذا مؤشر لسقوط الحضارة مؤشر وراح اقول لك بعدين شنو الضربة القاضية الضربة القاضية تقع بها الحضارة لكن هاي مؤشرات اذا الساسة والقادة والنخب لم تنتبه لهذه المؤشرات التي اتحدث عنها بمعنى الحضارة ايلة الى السقوط اولا واخيرا طيب الآن الآن نذهب الى العناصر المادية والدينية ولا هاي كلش مهمة يعني عنصر مادي مادة وطاقة عنصر روحي يعني ليس مادة وطاقة وانما قيم قيم ميتافيزيقية بصراحة هذا العنصر او هذا الترابط بينهن اذا تم نهب الثروات على مستوى المادي وتراجع استثمار الطاقة يعني انت مثلا عندك طاقة لنقل في الغاز او البترون اذا هذه نهبت نهبتها اللصوص والسراق وكذا او اهملت انت عندك على سبيل المثال نوع من الفسفور ما انت الكائي واحد العالم او رمل معين بكذا خاصية وانت ما تعرف شون تستثمره هذا مؤشر على ضعفك راح تجي شعوب ودول اخرى انبه منك تاخذ هذا او تسيطر عليه او تشتريه او الى اخر وانت تبقى ما تعرفش تسوي بي بالضبط فقصدي عندما تهمل الثروات وعندما تنظب طاقة الابداع لتحويل ثروات طبيعة الى شيء نافع لاهل البلد وللبشرية اذا هذا مؤشر على ان هذه الحضارة ستقع الجانب الديني اذا فسدت الطبقة الدينية واصبحت في خدمة الدولة اصبحت تابعة للدولة وتخلف عن قيمها فهذا مؤشر مؤشر على ان هذه الحضارة ستسقط اذا اصبح الدين السياسي يقود البلد بطريقة او باخرى فهذا مؤشر على ان هذا البلد سيسقط اذا تدخل رجال الدين بالحكم وسيطروا على الدولة ووجهوها بطريقة او باخرى فهذا مؤشر على سقوط الحضارة نذهب الى النقطة الثالثة الجوانب او العناصر الاجتماعية والنفسية اذا انقسم المجتمع طبقيا بشكل حاد وواضح طبعا احنا نقول ما زلنا احنا نعترف بهذا هناك يعني هناك طبقات في العالم يعني هناك مجتمعات طبقية في الغالب ولكن اذا اصبح القسامة الطبقي حاد جدا يعني واضح في طبقة مثلا ترية جدا وطبقة متوسطة مربكة وطبقة فقيرة معدمة حتى يمكن اقل هذا مؤشر خطير جدا على ان الامور ليست بخير اذا اذا قسم المجتمع طائفي نعم من ناحية المادية نعم الاقتصاد لكن ايضا هناك انقسام طبقي العفو طائفي اذا دمر البلد اذا نشب بالبلد خلص هذا البلد او عفوا هذه الحضارة ايله الى السقوط حتما اذا اصبح هناك ايضا انقسام سياسي حاد غير متفاهم عليه يعني ما في وثائق ولا اتفاقات بين اطراف السياسية واذا هناك مثلا انقسام مناطقي داخل البلد او الحضارة الواحدة هذا افضل من هذا وهذا افضل خلاص ما فائدة هذا اذا ما سونا شي وانا التحضر طيب اذا ظهرت الثورات الداخلية وهذه سبة معروفة عندما تشتد الثورات الداخلية في الحضارات تبدأ امارات السقوط بالظهور لماذا لان الطاقة كلها تنصرف للحروب الداخلية وخلاص انسان تأجل لم يعد مبديعين اصبح محاربا مقاتلا الى اخرية مغسر الدماغة الى كلها الفوضة هذه ثم النقطة الاخرى في هذه هو انكسار السايكولوجيا الاجتماعية والفردية وانطفاء الطموح والامل عند الانسان وهذا وهذا مهم جدا اذا انكسرت السايكولوجيا الاجتماعية اذا وصل المجتمع الى اليأس والى التذمر والى انه يقول لك بعد ما في حل اي حل ما اي حل ما في بلد انت خلص تنتكس هذه الحضارة اولا واخيرا الجوانب الاقتصادية والفكرية جانب الاخر هذا جديد اذا يتراجع الاقتصاد ويفسد وتهبط الثروة وتزداد الديون ويتحول الى اقتصاد حرب لاحظ اذا تحول الاقتصاد الى اقتصاد حرب راح اضرب لك مثل خطير جدا وانا عالجته بكتابي جديد معالجة مفصلة الاشوريون كم عظمتهم كم عظمت حضارتهم كم عظمت نفوذهم وكم عظمت قوتهم هذا الشعب الرائع كان في يوم من الايام شعب مزارع من افضل شعوب المنطقة بالزراعة من افضل شعوب المنطقة على الاطلاق ولكن هذا الشعب اضاف لهذه المهنة الحرف حرفية يعني البناء والصياغة والحدادة والمهن والملابس والى اخره وابدع بها والتجارة وابدع بها الى ان اجت اللحظة غير جيدة على الاطلاق اصبح هؤلاء المزارعون والحرفيون والمهنيون والتجار وصغارهم بالذات اصبحوا خاضعين الخدمة العسكرية طويلة الامد الاشوري كان يخدم سنة ويذهب سنة الى بيته يخدم عسكرية سنة ويذهب سنة الثانية الى بيته ليذهب بالسنة الثانية مرة اخرى الى العسكر وهكذا يقضي كل عمره يراوح بهذه الطريقة فيفقد كل اللياقة للانتاج الاقتصادي وماذا يتحول عندما يصبح محارب على طريقة الاشوريين طبعا الرهيبة يعتمد على ما ينهب على ما يسلبه فيتحول اقتصاد البلد لاقتصاد حرب وتنترك الزراعة وتنترك المهم وهذه كارثة هذه كانت مؤشر خطير جدا على سقوط الحضارة الاشورية وفعلا باللحظة اللي اجت بها سقطت بسبب انه ما في خلاص لا في زراعة جيدة لا في مهن محترمة التجارة ضعيفة لكن ما تبدين على ثروات الشعوب الاخرى شون ينهبوها هذا مصحيح يعني هذا وبعدين هذا خلال اخلاقي وليس فقط خلال اقتصادي وهكذا هذا مثل بسيط لحقيقة كل الشعوب بالمناسبة مرت بهذه المرحلة لكن انا استحضر لاني يعني درجت قبل ايام ووضعت في كتابي جديد تراجع الزراعة والصناعة هذا ضحالة لاحظ احنا قلنا اقتصادي فكري عندما يصبح الانتاج الفكري ضحلا او عندما تنقص جوانب منه يعني انت ما عندك فلاسفة ما عندك مفكرين ما عندك روائيين ما عندك شعراء هاي كلها مشاكل نخبة الفكرية ما موجودة ولا الثقافية اذا هناك قضية او عندك من هذا ولا ولا يكونوا مضعاف عندما يضعف هؤلاء هذا مؤشر على سقوط الحضارة الحتمي القادم هو واحد يقول لك قابل يعني كل الدنيا فلاسفة لا مو كل الدنيا بس لازم في نخبة يعني انت لازم عندك نخبة ما يصير يعني هذول الغريق بايشي هم غزو العالم ولحد الان نذكرهم بالفنانين والنحاتين العظام والمعماريين والشعراء العظام وكتاب الملاحم والمسرحيين العظام والفلسفة الفلسفة الى اليوم احنا في كل حياة نثقافية نذكر ارسطو افلاقون الى هاللحظة هذه اذا اذا ظلوا هم محافظين بل بالعكس عندما مات ارسطو وفلاطون وصغار الفلسفة اللي بعدهم انتهت الحضارة ضب عشرة تخيل مؤشر انا اركز على هاي المؤشرات هاي المؤشرات بالضبط بالضبط هو هذا قصدي عندما تتراجع اللغة والكتابة اللغة عندما تفسد اللغة 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 اللي نستخدمها يوميا عندما تفسد تحولي لغة سوقية تحولي لغة تافهة يعني تركب اصطلاحات الطريقة الرديئة وكذا ولا لا تتطور تطور عضوي خلط الكتابة عندما تفسد حتى الكتابة طبعا الان استقرت الكتابة بواسطة الطباعة ولكذا لكن كان الناس يخطون بايديهم عندما تفسد الكتابة وتحول الخط إلى عشرات انواع من الخطوط يعني شوف الجزء يعني راح تفترق هاي الشعوب وهكذا عندما تنضب طاقة الإبداع هو هاي الخلاصة في الجانب الثقافي والفكري تتحطم هذه الحضارة او على وشك الجانب الاخر اللي هو الجانب العسكري والمدني اذا كان هناك توسع عسكري اكون مثل انا دائما اكتبه في كتبي دائما وانا متشدد بصراحة في ذكرة اذا تريد تدمر شعب سوي عنده جيش كبير اذا تريد تدمر شعب اخلق له جيش كبير يعني طلع مبررات واخلق جيش كبير راح تشوف هذا الشعب تلقى ايانا يتدمر بعدين لماذا انت وين انت شو راح تسوي بيوم دولة راح تقاتل بيوم راح تجيبهم اسلحة ورواتب اذا نمو العسكر تارية على حساب المدنية على حساب الجانب المدني يدمر ذلك الشعب يدمر تلك الحضارة اذا دائما الحضارة حتى تكون قوية يجب ان يكون الجانب المدني اقوى من الجانب العسكري بالضبط الحروب كما قلنا اي يعني هو جانب عسكري مطلوب في لحظته فقط نعم يجب ان يكون جيش ثابت يحمي البلد كلها صحيح لكن اذا بالغنا في الموضوع لا معناها احنا عندنا مشكلة هذا الاتحاسوياتي اول سبب للسقوطة هو الجهاز الجبار الجهاز الجبار العسكري وراح بعد ينكون شما افتهم الجانب المدني عندما يضعف الجانب المدني وتقل الحريات الحريات الاجتماعية والفردية من اخطر واهم ما يكون خصوصا الحرية الفرد احنا نجي نركز على حرية الجماعة ونهم الحرية الفرد حرية الفرد هي الاساسي الفرد يجب ان يكون حر وليس الجماعة فقط يعني لا يجوز ان الجماعة تدمر الفرد لانه هي المجتمع والله هي رأي المجتمع هذا مصحية يجب ان تصان حرية الجماعة وتصان حرية الفرد داخل الجماعة هذا خطير هو مهم جدا وسبب كبير عندما يضعف التعليم عندما تقل روح السلام داخل المجتمع عندما تزداد الجرائم في جانب المدني كل هذا وعندما تسود الطوارئ قوانين الطوارئ عندما تسود يومية وقلك قانون الطوارئ حسب قانون الطوارئ الى متى انا اعرض بلدان عربية منذ سن سبعين الى اليوم عند قانون طوارئ تخيل اي رعب هذه قانون طوارئ يعني انت كيف تسوي اي شي تريد سوي فعندما يكون قانون طوارئ هذا يعني ان هناك مشكلة ومؤشر لسقوط الحضارة الجانب السياسي والقانوني وهو تقريبا الجانب ما قبل الاخير عندما تتفكك الطبقة السياسية ويهرب بعضهم او يقتل بعضهم بعض او يقالون بطريقة سريعة وعندما لا تتم تطبيق القوانين بشكلها الصحيح في المجتمعات والدول والحضارات هذا مؤشر على على نهاية وسقوط الحضارة اخير شيء الجانب الجغرافي والتاريخي عامل قد يظهر عامل جغرافي مفاجئ يدمر الحضارة مثل ايش مثل الجفاف الفيضان الهزات الارضية الاوبئة ولو الاوبئة انحيلها على على المجتمع اللي هو الجانب الصحي لكن هذه العوامل الى ظهرت وحاجب لك مثال ساطع وقوي جدا كل العلماء الان بعد ان اخذوا عينات من مناطق الموصل وشمال العراق تأكد لهم ان بالضبط سنوات التي سقطت فيها الحضارة كان هناك جفاف مرعب دمر كل الحقول ولم يكن هناك قطعة خبز بسيطة يأكلها الجندي او المواطن العادي فوقعت الحضارة اللي هو يبحثون سن 611 قبل الميلاد اذا الجفاف دمر الكثير من الحضارات المناسبة واحيانا الهجات الارضية الكبرى لما تدمر لك منطقة مدن كاملة خلاص حضارة انت وهاي حصل طبعا مع الحضارات القديمة كثيرا اما الجانب التاريخي فهو عندما يتوقف الزمن المبدع والتاريخ المبدع والتحول الحضارة الى شيء جامد اي علاقة بتاريخها ولا بالتاريخ اللي حولها وكأنه الحياة واقفة لم يعود يدول لها تاريخ جديد لم يعود يضاف لها شيء فعند ذاك بالضبط انعدامها وبذلك تتحطم الحضارة عندما تكون ساكنة وغير متحركة هذه كل الجوانب اللي حبيت اوضحها في موضوع سقوط الحضارات طبعا دائما هناك ضربة قاضية الضربة القاضية يعني مو بالضرورة هي الوحيدة لكن قد تأتي ختام وهو احتلال ذلك البلد او تلك الحضارة ويعني نهايتها خليقل عليها بشكل سريع لكن كلها هي ما تنتهي الا بوجود عوامل هذه اللي حكينا عنها بالتفصيل الآن تقريبا انا اشكرك جدا على الاصغاء واشكر الاصدقاء الذين معنا واستمعوا للمحاضرة واتمنى فعلا ان اسمع منهم ما استطيع الاجابة عليه شكرا جزيلا لكم الله يسلمك نعم 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 اشكرك اذا انت عندك سؤال خلينا نحرض الاخوة نعم نعم عزيزي استاذ لو هذا جدول امامك او اول مرة خلي اشوفك هذا الميزان هذا ميزان ميزان الحضارات هذا شوفه هذا ميزان هذا ميزان الحضارات هاي الجوانب المادية والجوانب الثقافية لاحظ هذا البنص هذا البنص هذا هو الاخلاق هي ضابطة للميزان نعم هي ضابطة الاخلاق هي التي تضبط الميزان اي خلل في هذه المنطقة الميزاني ترنح يعني الحضارة تترنح وخصوصا عندما هذه الاخلاق تبدأ تدب وتصبح الطبقة او النخبة السياسية والاجتماعية والثقافية والفكرية والاقتصادية والقضائية تصبح فاسدة اخلاقيا فخلص هذا الميزان يبدأ يضرب عالي عالي ناص مثل ما يقولون يعني يبدأ يضرب فوق و تحت يعني وهذا شكل اخر يوضح لك ايضا العملية هذا هو سهم لصعود الحضارة وهذا هو سهم لهذا هذا الصعود هنا هذا الصعود وهذا هو السقوط لاحظ معي الصعود هو تبدأ من عناصر الجغرافية والتلقية تصعد تصل الى الاخلاق تصل هي ذروة الحضارة من الاخلاق تبدأ تنزل الحضارة لاحظ تبدأ تنزل الحضارة هذا دائما اضعه في كتبي حتى الناس تستنير به هنا هو ويبدأ الخلل في كل العناصر الاربع عشر الاخرى فكأن الاخلاق هي روح الحضارة هي روحها يعني الروح الداخلية هي وكلمة الاخلاق بمناسبة ليس فقط يعني كلمة عامة لا لا هذا مصطلح هو الحقيقة يجب ان ربما تصرنا فرصة نتحدث عنها يعني نتحدث عن اخلاق الحضارة ما معنى هذا المصطلح الدقيق يعني هذا مهم جدا بدون سعب جدا ان الحضارة تبقى متواجنة ولهذا تشوف ان بصراحة احكي لك الحضارات اللي بقيت طويلا وهناك عندي مثل كبار الحضارة المصرية والحضارة الصينية ميزان الاخلاق كان جدا عالي عدو يعني الاخلاق عند المصريين كانت رهيبة كان فيها شيء ممتاز لزمن طويل بقيت من 3000 قبل الميلاد الى نعم من 3000 قبل الميلاد الى 323 عندما جئت اسكندر المقدورة تقريبا 23 او 26 قبل الميلاد يعني تقريبا 3000 سنة الا 200 يعني بقيت الحضارة نعم فتراتها الاخيرة طبعا دب الفساد كالعادة لكن ظلت صامدة الى احد كبير جدا الحضارة الصينية لم تنتهي الا سنة 1911 حضارة الصينية القديمة بدأت من عصور يعني مبكرة جدا 2500 تقريبا بدأت السلالة الملكية الاولى اخر سلالة ملكية اسقطت وانتهت الحضارة الصينية عام 1911 انهاها صن يان صن الجمهوري الذي اراد يحول ملكية الجمهورية وبعدين اجا النظام الشيوعي اذا يعني عندنا 2500 سنة الاخلاق نعم الاخلاق في الصين كانت مميزة جدا جدا مميزة وكانت الاخلاق يعني هذان الحضارتين بكل صراحة المصرية والصينية امتازا برفعة اخلاقية عالية جدا يعني كان هناك مظاهر اخلاقية رائعة لا تدل على وجود يعني نعم كان هناك حروب كل شيء حضارة هاي سنين وهاي شعوب لكن على الاقل هناك يعني جزء كبير جيد من الاخلاق نعم بصدر نعم نعم طبعا 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 اعطا يعني احنا احنا uh كثيرا والبلاط اصبح يعني شيء يعني غير طبيعي في في فساده. وايضا الاحتراب بين الفئات الاسلامية والمدن والدول الاسلامية. فسببت في سقوط الحضارة الاسلامية. سقطت مبكرا ايضا. كان من الممكن اه باعتبار انه هناك دين يعني مهم جدا فيها. كان ممكن تستمر لكن للاسف آآ يعني هذا لم يحصل يعني. بالمناسبة لم يحصل مع حضارات اخرى. حتى حتى المسيحية سقطت يعني الدولة البيزنطية كما هو معروف كانت هي اخر اشكال الحضارة المسيحية سقطت ايضا في فترة بحدود الف وارمعمية وتلاثة وخمسين تقريبا سقطت. واسباب سقوطها ليس في لحظة سقوطها وانما كانت قد سبقتها من الفساد وغيرها. شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم